بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أصدقائي العزاء في درس جديد من دروس قناة وموقع حوس التكنولوجيا في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة شرعية ورسمية من شركة التليجرام نفسها لكيفية استخدام وتشغيل أكثر من حساب تليجرام على نفس جهاز الحاسوب فمثلا أنا أستخدم عندي ثلاث حسابات تليجرام على حاسوب واحد لدي الحساب الأول وهو الحساب الشخصي الذي أتواصل به مع العائلة والأصدقاء والمعارف ولدي حساب ثاني وهو حساب خاص بالعمل للتواصل مع الزبائن ولدي حساب ثالث وهو أستخدمه لعمل شخصي لإدارة قنوات ومجموعات والتواصل مع أشخاص أجانب لا يتحدثون اللغة العربية لنتعرف أولا على الطريقة الأولى الطريقة الأولى وهي الدخول إلى موقع التليجرام نفسه ومن ثم اختيار تليجرام فور بي سي ومن هنا يمكنك تنصيب تطبيق التليجرام بالضغط على هذا التطبيق الأول التطبيق الثاني وستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو إن كنت تشاهد هذا الفيديو من اليوتيوب وإن كنت تشاهد الفيديو من الموقع حوس التكنولوجيا ستجد أيضا الرابط موجود أسفل الفيديو إذن الطريقة الثانية وهو تنصيب برنامج تليجرام ألفا هذا الإصدار اسمه ألفا فيرجن يمكنك تنصيب نسخة الويندوز سيت أب هي تنصيب عادي أو استخدام النسخة المحمولة بورتابل وإن كنت من مستخدمي الماك واللينوكس يمكنك أيضا استخدام التطبيق الطريقة الثالثة الحساب الثالث وهو من متجر مايكروسوفت ويندوز أيضا هذا الرابط ستجده أسفل الفيديو يمكنك الضغط على الحصول وفتح مايكروسوفت ستور ومن ثم تثبيت التطبيق هذا التطبيق رائع جدا لأجهزة الويندوز لأن فيه الصور والإشعارات والتنبيهات شكل التليجرام تقريبا بمنظر كريستالي أجمل من التطبيق الرسمي إذا لدينا الآن التطبيق الرسمي ولدينا الألفا فيرجن ولدينا الآن يوني جرام هذا التطبيق اسمه يوني جرام يمكنك الحصول عليه من متجر مايكروسوفت وسأضع الرابط أسفل هذا الفيديو الحساب الرابع وهو تليجرام بيتة أيضا هذا الرابط ستجده أسفل الفيديو يمكنك النزول إلى أسفل واختيار النوع الذي تريد استخدامه ويندوز بورتابل نسخة محمولة أو ويندوز النسطيلر يمكنك تنزيل الحزمة ثم تنصيبها بشكل اعتيادي وإن كنت من مستخدمي الماك أو اللينوكس أيضا يمكنك تنزيل التطبيق على أي نظام تشغيل تريده نحن الآن ذكرنا الإصدار الرسمي والآلفة واليونيجرام والبيتة هذه أربعة حسابات الحساب الخامس يمكنك الذهاب إلى التليجرام ويب كما نلاحظ هنا هذا هو الرابط فقط ثم يمكنك إضافة رقمك وتفعيل الحساب عليه لكن نحن ذكرنا في عنوان الفيدو بأنه يمكنك تشغيل عشرين حساب وأكثر مئة حساب وأكثر ألف حساب وأكثر على نفس الجهاز الطريقة بكل بساطة هو تنزيل الويندوز بورتابل من الموقع نفسه من موقع التليجرام هذا موقع التليجرام اختار التليجرام فور بي سي ثم اختار البورتابل فور الويندوز هذه الطريقة السادسة طبعا لكن الطريقة السادسة هي متفرعة يمكنك تشغيل حساب وحسابين وثلاث وأربعة ومئة إلى ما لا نهاية سأقوم بتنزيل البورتابل سأنتظر حتى ينتهي التحميل بعد انتهاء التحميل يمكنك نسخ هذا المجلد إلى عدة نسخ كل حساب تعمل منه نسخة ومن ثم تقوم بتفعيله بأرقام هواتف مختلفة بعد انتهاء التحميل نذهب إلى مكان التحميل ثم نقوم بنسخ هذا المجلد والذهاب إلى أي مكان نريد تنصيب أو تشغيل التليغرامة فمثلا سأختار أحد الأقراص سأنشئ مجلد جديد مثلا وأسميه التليغرام أكاونت ثم أضع المجلد فيه ثم أفق الضغطا الآن هذا الحساب السادس كما ذكرنا طبعا يمكنك الاعتماد هذه الطريقة بغض النظر عن الطرق الخمسة الأولى التي ذكرناها يمكنك تشغيل البورتابل أكثر من مرة فمثلا هذا التليغرام واحد أسري المثال سأقوم بنسخه الآن ثم لسق ثم لسق ثم لسق أنا مثلا لدي عشر حسابات سأعمل منه عشر نسخ بهذه الطريقة الآن لدي أحد عشر نسخة أو اثنى عشر نسخة في كل نسخة من هذه النسخ أستطيع تفعيل رقم مختلف فمثلا سأدخل إلى هنا تشغيل start message نضحه على الجانب ثم نأتي إلى هنا ثم إلى النسخة الثانية ثم تشغيل ثم نقوم بالتفعيل ثم إلى النسخة الثالثة ثم تشغيل ثم تفعيل ثم نفعل كما نلاحظ بالأسفل لدي ثلاث حسابات والحساب الرابع ثم إلى الحساب الذي يليه تشغيل ثم تفعيل على الرقم الذي أريد التفعيل عليه أيضا هنا بنفس الطريقة كما نلاحظ لديه حسابات متعددة في الأسفل أيضا الذي يليه كما ذكرنا يمكنك تشغيل أكثر من عشرين حساب طبعا عشرين حساب يعني رقم مبالغ فيه نوعا لأن مهما كان حجم العمل الذي تقوم به على التليجرام لن يتعدل خمس حسابات أنا لدي أعمال كثيرة صراحة على التليجرام وكل حساب خصصت له عمل معين فلذلك كان أربعة حسابات كفاية وزيادة علي الآن كما نلاحظ هذا حساب وهذا الحساب الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع والخامس والسادس وهذا السابع ويمكنك تشغيل المزيد والمزيد منه إذا كنت تريد أن تقوم هذه التطبيقات بستارت أب يعني عند تشغيل الويندوز تقوم بأن تفتح التطبيقات بشكل تلقائي ما عليك الذهاب إلى المستعرض ثم البحث عن مجلد ستارت أب وهذا هو مجلد ستارت أب سأوقف البحث الآن سأقوم بفتحه مراحظة لدي حساب واحد آآ يتم فتحه تلقائيا عند بداية تشغيل الويندوز الآن يمكنني الذهاب إلى آآ مكان تنصيب التليجرام حسابات التليجرام ثم سأبتحها واحدا واحدا ثم اعمل نسخ وإلى مجلد أعمل لسخ تختصار الذي يليه كوبي نسخ ثم بيست شورتكوت طبعا بإمكانك تمييز الحسابات حتى لا تضيع بين الحسابات مثلا يمكنك الحساب الأول أن تجعله باسم ينتهي بآخر ثلاثة أرقام على سبيل المثال من هاتفك ومثلا هاتفه ينتهي بـ 730 طبعا لن يغير لأن البرنامج عمل في الخلفية لكن قبل أن تقوم بالتفعيل قم بتغيير هذه الحسابات بهذه الطريقة ثم تأتي إلى الحساب الثاني مثلا وتسميه مثلا 441 وتأتي إلى الحساب الذي يليه وتضع آخر ثلاثة أرقام أو حسب يعني حسب ما تراه مناسبا أنت ممكن أن تضع رقم هاتفك كامل حتى لا تضيع بين الحسابات وتبقى على اطلاع دائم وأي تعديل تريده تكون على علم على أي حساب سيتم هذا التعديل أتمنى أن يكون الدرس واضح ولأي استفسار لا تتردد أبدا بوضع أي تعليق في المكان الذي أنت فيه سواء على اليوتيوب أو الموقع الكنترولي أو على صفحة الفيسبوك أو يمكنك زيارة قناتنا على التليجرام والتي هي باسم تيك مانيا هوس التكنولوجيا نلقاكم في درس تالي إن شاء الله في الدرس التالي إن شاء الله سنقوم بشرح طريقة أخرى لكيفية تشغيل أكثر من حساب تليجرام على هاتفك هناك طرق أيضا تقريبا هناك تطبيقات أخرى على أندرويد وعلى الآيفون يمكنك استخدامها واستغلالها وأنا أفضلها أكثر من تطبيق التليجرام الرسمي نفسه أولا لأنها معتمدة من التليجرام وثانيا لأن فيها تحسينات وإضافات غير موجودة في التليجرام أضطر دائما لاستخدامها لعدم توفرها في حساب التليجرام في الدرس التالي إن شاء الله كما ذكرنا سنتعرف على كيفية تشغيل تطبيقات أكثر من حساب تليجرام واحد على الهوادف بذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس نسأل الله الفاعدة للجميع ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة